غير كده الخبر كمان المهمة أي معنا النهاردة والحقيقة أنه كمان خبر إيجابي ومهم ويفرحنا كلنا لأنه أي إضافة لأي يعني أي وضع استراتيجي في مصر هي إضافة لنا كلنا الحقيقة أنه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس شهد النهاردة الجمعة تدشين الكراكة مهاب ماميش الهولندية بترسانة IHC الهولندية والمصنفة كأكبر ترسانة عالمية متخصصة في مجال بناء الكراكات المسألة دي تمت عبر تقنية الفيديو كونفرنس زي ما كلنا طبعا بنشوف كل حاجة دلوقتي بقت بتتم عبر الفيديو كونفرنس وخلال التدشين الحقيقة تم إنزال الكراكة من الحوض العائم بالترسانة الهولندية إلى المياه لتبدأ مرحلة استكمال تركيب المعدات على الكراكة بعدها هتبدأ تجارب الرصيف والبحر في هولندا وبعدين تيجي مصر طبعا ده بيحصل في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السويسي بالعمل على تعظيم أصول هيئة قناة السويس وتطوير وتحديث أصطول الكراكات والوحدات البحرية اتبع عليها تطبيقا لاستراتيجية هيئة قناة السويس 2023 زي ما احنا شايفين في الصور ده الفريق أسامة ربيع اللي الحقيقة يعني بيتابع استقبال الكراكة والحقيقة أنه زي ما قلت كمان خلينا نقول لحضراتكم أنه الكراكة تسمت باسم مهاب ماميش طبعا الرئيس الأسبق لهيئة السابق لهيئة قناة السويس تكريما طبعا لهذا الرجل وعطائه الطويل في هيئة قناة السويس والحقيقة أنه زي ما قلت أي معدة جديدة إضافة لقناة السويس هي إضافة لنا كلنا والمصر كلها هنروح بعد